هذا حسن ملحوت رجلي وقبل ما يكون ملحوت كان بيطالي وطاوي رجليه وباللاتي لماذا سنزرب عليكم سأعود لكم القاسة من الأول يا خوتي ستسمعوا بودنيكم كيف حسن وقفت معه وقفة الصح وقدرني وطعني في ظهري سأسمعوا ولم تزعبوا أنا فاطيمة أعمل في المعمل الخياطة 14 عام مدر توالو لا مستقبل لا زواج لا التحاجة لدي دابة 36 عام حتى وقفة مع والدية أختي جوج لا خدمة لا ردمة أنا هي الرجل للدار أنا اللي نصرف وأنا اللي نكسي وأنا اللي ندير الطبيب المهم كل شيء من أخيكم فاطيمة لا يوجد ما يعتقني ولا يرحمني ولا نبقى فيه صرت أخي الأولاد لاقينها باردة حتى من الدارة والبليا أنا اللي تنشرها أخي أخي بقيت حانية راسي حتى بدأت 30 عام من اللي توقيت لقد رأيت راسي سندخل في 40 عام ضروري أنا لا نزوج ونقوم بمستقبل ونقوم بولداتي وخاصة الولدات أخيكم فاطيمة داخل سوق راسها كثيرا لأنها المسؤولة لا يوجد الوقت لكي ترى ولا تقلب على راسها ولا ترى شيء عريس كما تديرون البنات كاملين من الخدمة الضار ومن الضار الخدمة لا تنهج الراس ونهج الراس وفينا هو الراس وتنجي حالتي بتمارة بغنس يا أخي لماذا فكرت في الزواج؟ دورت عيني هنا ودورت عيني هنا وجدت أحد السيد يلا ادخل معنا للخدمة جديدة حتى هو عيني سوف يدوره بغن يقلب على شيء في كثيرا لقاني موجودة فهدر معي قال لي أرى أنا ناوي المعقول بغن تزوج بطلو مرحبا حتى هناك شيء لنقلب ايوه تزوجنا نادرنا على الراسية واخد شيء بسيط سكننا في دارنا مع الوالد والوالدة واختي دي الساعة كان خدام ايوه هذا العريس الماصون هو حسن حسن ملحوت قد تقول لي كيفاش كان خدام معك ولا ملحوت سنقول لكم صبروا علي أنا غادة في الحكاية ايوه ايوه يا سيادي من اللي تزوجت أنا وحسن واللي نخدامين في بلاسة واحدة سيد بصر سحبت له واخد المديرة ديال المعمل ايوه ايوه بالصح انا فيته بالاقدامية وفيته بالخلصة وفيته بالمعرفة ديالناس اللي خدامين معانا تيدروا بوجهي ولكن ماشي تلدارجة ان حسن ما يبقىش يجي يجي فوق ما بغى من اللي ايوه يمشي تكامعه ويضربها بنعسا ابقى هكا ابقى هكا حتى جروا عليه وكنت خايفة ماشي بعيد حتى انا يجري وعلي هذا الشيء اللي تنجمع بالليل وبالنهار دائرة بحساب ثلاثة ديال بيطالة واللو عندي في الدار وزيدوا عليهم الواليد والواليدة اللي هذوك فقراصي ما عندي كيندير ليه ايوه اخوتي زادت المسؤولية يا عليا سحبت لي نزواج ونفرق المسؤولية مع الرجل ويعاوني ونرتاح بحالي بحال العيالات الساعة حتى هو جاء طوارج ليه اخوتي ايوه من ديك الساعة وحاسان غالس وعجبه القلصة والله ما بغى يقلب على شي خدمة باش يعاوني من اللي تنوضوها صباط تقول لي يا مالي بغتين خدملك على أخوتك ورا أخوتك وعائلتك أنا اشتن ناكل معاكم الأغلبية دي الأوقات تناكل في القهوة مع أصحابي أخوتي السيد بن على حقيقته وفنيان ما تيبغي لا يخدم لا يخرج يقلب على الخدمة معاند مع أخوتي وليني دارتها لي الكرش اللي قدامي والله كل ما كنتش حاملة لابقيت معاه اش بيني وبينو وشانا ناقصني اللي نخدم عليهم جيتا هو ينخدم عليه اخوتي ديك ساعرة كنت حاملة وحاملة بالتوان اشوفهم وصيبتي كيفاش دايرا وليني هذو كوليداتي ما عندي مندير الله يفقني على خير وباخير حتى نولدهم وفعلا نولد الأولاد من اللي ولدتهم ولدتهم عيانين ومراد من الأول نعصف سبيطار كان فيهم بوصفير بجوجهم أغا الناس اللي عاونوني لأن ما عندي منين كيف ندير المصاريف للولادة والمصاريف ديالوليدات مراد ايو ديك الساعة اللي أنا وأحلم على الوليدات وأحلم على المصاريف وأحلم على الدوايات وخايفة على الوليداتي اللي يموتوا لي توفى لي الوليد تخيلوا أخوتي والله ما لقيت باش ندير العشاء الوليد إلى مغا كانت تايرة واحد دارت وصبقوني من اللي شافوني واحدة والوليد توفى وخصني المصاريف وخصني باش نديره العشاء صبقوني وعطوني فلوس دارت هي باش درت العشاء الوليد ايوة يا أخوتي والتي توفى مع وليداتي كانوا مراد ومعدولين وديما طيحن في الفراش ومعندي شكل يعاوني حتى الوليدة عيانة ومرة كبيرة والسكر والطنسيون ياربي تكون براسها هي وش هنقول لكم أخوتي عيد في حاسن تنقول له انت أنا تمشي للخدمة وانت قابل لي الدراري ما يمكنش واشنغن تقطع مني مقابلة الولاد ومني خدمة والتي تنغيب والتي تنتعطى المهم اهملت الخدمة والوزينات راكم عارفين مايعقلوش عليك لكن انت قديمة ولا جديدة ولا أي حاجة وقالوا لي باي باي ديك الساعة عرفت بأنني وحلت وحلا ديال الحق حتى الراجل اللي غينوضوي يعريع لكتافو ويعاوني ويقول لي انت راكي غامرا قلسي في الدار والو السيدتي صبح ناعس حتى الجوج ديال النهار ايه واخوتي شا نقول لكم وحلت وحلت وحلا ديال الصح فين غنخدم وانا غادة وتنكبر دا برا تسعود وثلاثين عام دا خلا فيها يعني بقى عاد غنوقاف ونجري ونخدم وانا ضربت تام مارا ديال الصغر وعرفت تام مارا ديال الصغر تترجاع على الكبر وعاد زادها وكملها خويا الصغير قال لك السيدتي يبغي واحد البنت وبغي تزوجها اولي قتل راسه وراءانا اللي يخص لي قتل راسي كي غندير غنزيد وحدة في الحسابة عباد الله وعروصة ما همه حتى حاجة بغت تكسى و بغت تاكل و بغت تشرب و بغت تحك يعني ما عرفهاش باش تسكات وفعلا زوجته وزدت الهم على همي ايو وش هنقول لكم اخويا الاخر كان غال مشاكل و الصداعات و الحباسات ايو وعرفته باش تفكيه خاصة الفلوس والله ما كنت تنفكه تنخليه حتى يبرد على خاطره و يدوز المدة اللي يشده على خاطره و يتهرس له راسه و يخرج ايو الوالدة مسكينة كانت مقهورة من جهة اخوتي و خصوصا خويا اللي كانت يتشد كل مرة و مع السكار و التنسيون و الغداية دي الخوتي و المضاربات بيناتهم و المضاربات مع الجيران مستحملات شميمتي حبيبتي توفات توفات و خلاتني وحدانية و خاكوك الوالدين عندهم وحد الضل كبير تتعيي ما تقوليراني قايسني الهم و قايسني الغم و قايسني المشاكيل ولا ينم اللي تتحيده عاتت تعرفي المشاكيل ديال بالصاح و عاتت تعرفي الهم ديال بالصاح و عاتت تتولي الشمس ضربة فيك نيشا ايو شنو غنقولانا اللي كانت ضرباني الشمس مباشرة و الوالدة بالحياة ايو دابا راها حرقاتني حرقاتني و بالمعقول عرفتوا علاش حيض طار اللي بقاتلينا خسنا نفرقوها ما كيلاش مقاوم جموعين غير على الصداع و غوت عليين غوت عليك و اعتمد عليين اعتمد عليك و كل شي في الأخر ما اعتمد على فاطمة الزهرة خلاتها واحد المرأة الله يذكرها باخير قالت لي يا ابنيتي انتي را ما خصهمش يسميوك فاطمة الزهرة خصهم يسميوك فاطمة الصقعة عندها الحق و جابتها في الصاميم و قلنا نفرقو ذلك الدار كل واحد يأخذ رزقه ذلك الساعة كان دائر واحد المشكلة ما نقول لكم كيف يدائره تشد والتي يقول لنا حقي اعطيوه المحامي لكي يخرجني حيض طربوه بسبع سنين قلت له شوف أخي والله ما نخسر هذه المحاميين خليك تماك حتى تخرج بعقلك و ستجد فلوسك محفوظة تجد بها مشيرية تزوج بها تضبط راسك و كي نخرجك تجد موصيبة أخرى و نعود نخرجك مرة أخرى أما كاينة أما أخي اللي مزوج ديك البرهوشة قلت لك نونوك حل عيونه أنا ما درت عرس ما تمتعت ما درت شهر العسل فلوسي ستجد بها عراسية و ستجد فلوس أنا شهر العسل و نتمتع و ندير و ندير و ندير ما سحبت لها ره الحياة ره مسؤولية و ستجد فين تسكن و شهادة المسطيع بغطة السقفية ما زال دارنا كانت كبيرة كان ممكن نسكنه كاملين و واحد ما يشوف الأخر و لأنه خاصنا باش نعيشوا يعني خاصنا نبيعوا الدار و بفلوسها نكري و كل واحد يكري و ليشري ساروت و يدير مشاريع و ذاك شي اللي كان أخويا اللي بشدود في الحبس خلينا له لابار دياله ما قصناهاش و أخويا الصغير حيث ما عنده لعقلة والو مرت و قلت له ما تعرفش شديته من القرفات و زيته قدان مثل شوف غشري ساروت و ذاك شي اللي بقى لك دير بهم شاريع باش تعيش و غضي صبحوا عندك الداريكي غدير و شأنه يتلسقوا فيها أنا راه يا ربي نوقف معه راسي و شافتا عياو و قال يبس بالله أمراته بغت تموت بالغدايد تخاصمت معايا وتحطت معايا وتعيرت معايا و ما خلت ما دارت و هيني قلت لها والله تنشري لكم الساروت الفلوس غتضيعوها غير هاكواك أما أنا مشيت كريت و الفلسات اللي شاطولية و ذاك شي اللي كنت جامعا قلت أشغان دير أشغان دير و سوولت الناس و ما خليت فين سوولت و ما خليتش معا من شاورت فالأخر لقيت بأننا نديرو محل ديال الحوت و غيوقف عليه حاسان راجلي فعلا كرينا و جبنا السلعة و وقف فيه حاسان و باع و كل بيع عندنا بيه خير و رد علينا الفضل بالمعقول سع ما مشروع كان مخير بزاف ديالناس يقولك هاد المشاريع هادو ديال الحوت ما تنجحوش ولا ان احنا سبحان الله ربي وقف معانا درنا بيه خير شرينا الدار تغيرت الوضعية ذاك العام سبحان الله انا حملت والله يا خوتي ما بغيت ولا اني مليجات ما عند الله ما عندنا منديرو دوزت واحد الحمالة ديالتكرفاس هي الفلوس كاينة الحمد لله تنمشي للطبيب تندوز ما تنخلي منديرو ولا اني رانيتكرفست من اللي ولدت ولدت لبنية مريضة من اللي دوزت ليها وديتها لعند البادياتر وهذا القوا بان عندها واحد الاعاقة دهنية ايو تبماك اخوتي فين غت بدا المشاكيل والليت واحلة مع البنية ديالي واحلة وحلة ديال الصح ثم فين حاسان غي يغتانم الفرصة وغي يقول لي تيدير مبغة حاسان كان في الاول معايا ملحانوت للدار ومنطر للحانوت وواقف على شغله والفلوس تجي ناضية الحساب صابون تيحط الفلوس قدامي ويحسبها ما كانش الفرق ما بيناتنا دكشي اللي تيجي يفضل تيزيد وسلعة ولاني من بعد تغير ولو فلوس تيجي وناقصين ولتي يقول لي تنطلق الناس بالكريدي ولات الحركة ما شيت اللي هي من اللي جيت نفاقد في السيد ونعرف شكاين لقيته الطايح مع واحد الوحدة كانت كليانة دياله تجيل عنده وطح معاه نجب لي اخباره ولاني اخوتي بقيت ساكتا وصابرة وديره راسي ما عرفه والو حتى الرزق رزقي وما مكاتبة معاه ما والو وعندي ثلاثة ديال الوليدات والبنت مريضة والخوت اللي غنعول عليهم يربي يوقفوغا مع راسهم الواليدين ما كاينينش مقطوعة من شجرة كي غندير خاصني نسكت ونصمت ونكمل معاه المشوار اللهم يفورني عليا ويصرف عليا ويصرف عليا ويصرف على وليداته ولمنوض هيلالا ما غندي منه لاحق لباطل ودك الساعه هو غيسوسني وغيمشي عند الاخرى أبقى تخذكم فاطيمة صابرة على هذا الشي حتى خلاها على الماحل كل غيمة تغوت في الأول كان غايتوقد ولاني دك السكات ديالي خرج عليا وعليه أما دك السيدة اللي كانت طايحة معاه ما اللي ساسته مزيان ونفضاته وداته اللي قدامه اللي موراه لاحته لاحته بحال شي حاجه ما تتسوى له صوره أخوتي هذا شي كله داز قدام عينية وما هدرت ما تكلمت صبرت صبرت ديال بالصح على وليداتي وعلى رزقي ورزقه وضع بقليغة الراجل ايه واخوتي من اللي خلاها على الماحل ده براه تي دور بقراريسه وتبيع الحوت بعد ما كان شان ومرشان وبالماحل دياله قد قداش ضيع راسه وضيعني معاه ايه وتي تعافر تي خلصدك الشي اللي دار يبيع ويدور وما يخلي فين يمشي حتى تيجي ورجليه طايبين تيبقى يشكي علي تنقول له في نفسي أعبر عليك الله ما صنتيش العاهد وما صنتيش الفلوس اللي حطيت لك ما بينت يديك وهذا هو الجزاء ديالك ايه وهذه هي قصدكم فاطيما وهذه هي حكايتها شكرا على الاستيماع ديالكم وبسلام عليكم